موسيقى مشاهدي العزاء مصار خير و اهلا و مرحباكم في حلقة جديدة من برنامجكم البوصلة و بوصلتنا ما زالت تبحث عن الاتجاه السليم ما هو الصحيح لميزانية 2020 ما بين التحديات اللي بتواجهها و ما بين تطلعات وامنيات المواطن السوداني و نبحث مع الخبراء او الخبراء في المجال الاقتصادي و حقيقة نحن نبحث عن الاتجاه الصحيح من خلال هؤلاء الخبراء و في هذا المساء برحب كثير جدا بالدكتور محمد الامين العجب الخبير الاقتصادي الدكتور مساء الخير و اهلا و مرحبا بك في بوصلتنا مرحبا سيد الأستاذ محتصم في البدء نحييك و نحيي مشاهدي قناة الشروق و نحيي البرنامج لانه جعلنا احد الذين يشاركون ان كان بالرأي في هذه المعضلة التي نراها تعتبر تحدي امام كثير من المواطنين ان كان على مستوى سيدة السلطة فان كان مواطن كادح بسيط يبحث عن قوت يومه هذا كلام سليم و نحن حقيقة يعني الكادح البسيط اللي يبحث عن قوت يومه هذا اللي بهمنا و نحن هنمشي في اتجاهه من خلال هذه البوصلة و يجرينا دكتور استطلاعات نحن نشوف الاستطلاعات و نحن نشوف التحديات اللي بتواجه هذه الميزانية و الموازنة 2020 والله ان شاء الله نحن متمنين يعني 2020 دي تكون سنة بتاع ترخى و سنة السلام و امان و استغرار و نتمنى ان البلد تنفتح اكتر صادر و وارد و ان الناس تكون مطمئنة و مرتاحة و الوضع الاقتصادي يستعدل و الدولار دا ينزل لانه اهم حاجة الدولار دا لما ينزل الان الناس دي كلها تكون مرتاحة و اي واحد يقدر يعيش في امنا و امان و بالنسبة للاجانب برضو الاستثمار من طالب الاستثمار في البلاد لانه الاستثمار دا حاجة مهمة شديدة الاستثمار دا هو اللي بيشغل الناس كثيرة و عمالة و يعالج المكافحة بتعطى العطالة الناس المتشرين والناس الهناي فبتفتح بيوت و ان شاء الله متفعلين خير بعشرين عشرين و ربنا يقدم ما فيه والخير و يسعى السودان اجمل و افضل وسنة تكون سعيدة و بخيتة على الشعب السوداني والعالم اجمع الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله السنة الجديدة دي واحد واحد تكون منزانية بتاعت خير و شهر البركة سنة بركة و خير و توفر فيها كل شيء بالنسبة للمواده التومينية و المدارس و الصحة و البلد تصلح و تمشى على خير و الحمد لله البلد ماشى ماشى كويس تمانة الله الحمد لله احنا ماشى كويس و ان شاء الله تصلح حتى ربنا بس نتمنى يتوفر لنا كل شيء و ما فهموا عودة ان شاء الله بالنسبة للميزانية بتاعت 2020 بنتمنى انه تدي غدري كبير جدا للتعليم و للصحة بعد الانهيار الحاصل في المستشفيات و التعليم الخاص و الزعارة المغالاة في رسوم المدرسية بنتمنى انه الميزانية تدي احتبار في الاولوية للتعليم و بعد ذلك الصحة انا مفتكر انه دي دائرة الجلسة و دائرة البرلمان اذا موجود يشارك في الحاجة دي و بنتمنى انه ما يكون في دعم رفع الدعم على المحروقات افتكر انه الوطع الاس الحالي ما بيصنع حتى كده فيه معالجات اقتصادية تاني كثيرة بنتمنى انه الناس تمشي عليها قبل ما اتصل للحل الاخير اللي هو الحل الساهل لكل الحكومات اللي هو رفع الدعم بنتمنى انه يشوفوا حلول اقتصادية اخرى الله يا اخي نتمنى من الحكومة الجديدة انهم يزبط لنا اللي مربضة على المزانية يوسعوا المصادر والوارد ويتموا بمجال الصحة يحاولوا يجهدوا في مجال الصحة والتعليم برضو عشان الناس تقدر ومشي يموروا ونتمنى انه الوضع يكون ماشية اقتام ان شاء الله بيصورة طيبة ونتمنى برضو من الحكومة الجديدة انهم يحسن الوضع والله ان احنا بمزانيات 2020 ليرفوا قدامنا المحروقات سواء كان بنزين غاز جاز الدقيق ذاته بذاته نفسه يعني كل الحياة اللي بيستحلق المواطن بنتكون مخفرة يدعموه ويدعمو الحياة دي لانه المواطن السوداني عسى حاليا ضعيف يعني شغل ما في الزاتنا الخرجين بتاع الجامعات ملاقين شغل عشان كذا ما نعم 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 هناك حيات كثيرة دائر الناس فاقدينا اشياء كثيرة يعني ما المحروقات درامة ما البترول اتكلم عن العيشة ذاته يعني اناسا لو خشط البغالة ايش بيشيل فلان السكر الدقيق البترول البصل الزيت المواطن الغذائية كلها يعني زايدة في زيادات ونظر ربنا سبحانه وتعالى من الحكومة انه يخفضون الحياة دي يعملين لنا الدعم يعني شغل مواطن السوداني رحبكم من جديد مشاهدي العزاء تابعنا استطلاعات يعني يمكن هي نحن نتكلم يا دكتور عن التحديات اللي بتواجه يعني يمكن اللي ستطلع هبش لينا كل الحاجات يعني يعني انا يمكن من الشي جميلة اللي انا شايفه رغم انه يعني الحكومة الانتقالية الان ورسة خزانة او خزينة فاضية ووضع متردي تماما مصغلة بالديون مصغلة بالديون ما عندها حتى الدولار عشان تقدر تجيبه الشي اللي بتكلم عنه المواطن بتكلم عن الصحة والتعليم وبشي في شي من التفاول المخلوط بالتشاؤم من الحكومة البايدة السابقة يعني فضل الدكتور وانت تابعت الاستطلاع فعلا انه نحن الواحد فينا شاهد الاستطلاع لكن ما هي التحديات التي تواجه ميزانية العشرين عشرين نعم من ملاحظتنا الاستطلاع هناك حالة من الاحباط اللي يرى المواطن انه رغم الطمانينات التي تبحث وتبسى فيه الحكومة الا انه هناك مخاوف انه يحصل ما حصل في كثير من الميزانيات السابقة نعم دوال ثلاثين سنة ثلاثين سنة وان كان من ستة وخمسين اذا التحدي الاكبر البنراو يواجه موازنة عشرين 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 نمط عدم نمط تغيير الميزانية الميزانية من ستة وخمسين الى عشرين عشرين النمط صاعد في خط واحد في خط واحد يدل على انه ما دارين نقول في عدم وجود الروح الابتكار في خطة موازنة عشرين عشرين او التي سابقتها وانما النمط صاعد على نمط واحد ده يحتبر التحدي الاكبر هذا النمط الذي سارت عليه خطة عشرين عشرين لم يشهد اي تغير من ستة وخمسين الى الان طيب ليه في الثلاثين السنة الاخيرة ظهرت لنا هذه المشاكل رغم الامكانيات اللي ما وجدتها اي حكومة سابقة يعني بترول دهب ثروة حيوانية زراعة في الوقت اللي فيه انه في العهود السابقة كان الاحتماد على زراعة او على قطن يعني ليه في الثلاثين سنة دي يا دكتور من خلال وجودك انت خبير ليه ظهرت لنا هذه المشاكل اللي يتكلم عنها المواطن الان في الصحة وفي التعليم وفي يقوط يومه السبب شنو يعتبر الاستغرار السياسي هو الوعاء الذي تنطلغ منه كل عمليات الاستثمار التي تدعمها الاقتصاد والتي ينطلغ منها الاقتصاد إن لم يوجد استغرار سياسي لم يوجد اقتصاد معافة نعم وهذا الذي حدث طيلة فترة الثلاثين سنة نعم لم يكن هناك استغرار سياسي مات السلام حروب اهلية حركات مسلحة حزاب تمتلك اجدولوجيات معاذة لأولئك وأولئك فإذا عدم الاستغرار السياسي خل يكون عندنا اقتصاد مشوه نعم هذا الذي حدث انعكس على قوط المواطنة اللي رأيناه من خلال الاستطلاع الذي قام به البرنامج لبعض زو الدقل المحدود نعم وهم الذين نراهم اكتر ناس بنكو بالموازنات بنكو بالتظاهر الاقتصادي وعدم الاستغرار السياسي وكلهم لأنهم ناس من زو الدقل المحدود نعم فضل فضل لذلك إن لم يوجد استغرار سياسي تصحب خطط سياسات مبنية على علمية أكد تماما سيظل الحال كما علي أنا من خلال كلامك لاحظت إنه بتركز على موضوع السلام بتركز على العلاقات الخارجية وتأثيرات الكبيرة اللي بتنعكس يعني يمكن كثير من المواطنين ما عندهم علاقة أو ما بعرفوا إنه المواطن البسيط دائر السكر ودائر الزيت اللي بتكلم عنه ودائر الصابر زو الدخل المحدود زو الدخل المحدود النصر البسيطين ما عندهم علاقة بإنه علاقاتنا مع العالم مع أمريكا مع الإرهاب ما عندهم علاقة دائر قفة الملاح سكست على السلام والعلاقات تأثيرات العلاقات الخارجية والسلام على الموازنة معظم العلاقات تتبني على المصالح فإن لم تكون هناك علاقات مبنية على مصالح فإذاً برضو هتكون العلاقات الخارجية بتحتك ما هتنعكس عليك على الاقتصاد بتعلك نحن الآن حmniejبني تكاملات اقتصادية وتكاتلات اقتصادية لكن فيما يختص بالمصالح نعم طيب حكاية العلاقات الخارجية وتاثيراتها يعني الناس كان قبل فترة بتتكلم عن زيارات الأخ أو السيد وزير الرئيس الوزراء وحكاية السودان ووضع اسمه في القائمة الدولة الراعية للإرهاب وكل هذه الأشياء المواطن البسيط قد ما يفهم هذه النقطة كثيرة يعني نعم وتقام بتتكلم عنها تغاطعات نحن نتحدث عن استثمارات إن كان استثمار أجنبي أو استثمار محلي إن لم يوجد استغرار سياسي ما في دول حتزعى إنها تساعد وتخلق نقم من استثمار داخل السودان إلا إذا ضمنت إنه البيئة اللي حتستثمر فيها والي حتخلق فيها راسمالة لا بد تكون بيئة سليمة متى أرادت أن تستريد راسمالة ومتى أرادت أن تخلق استثمارات طويلة المدى أو قصيرة المدى أو متوتصمزة لا يحدث هذا إلا في ظل استغرار سياسي وهذا ما قامت به الحكومة إنها ساعد على إنها تخلق زي ما بقولوا بيئة سياسية نظيفة تحاول تشجع المستثمر الأجنبي على إنه ولأ عهد التظاهر السياسي وولأ عهد الانفلات الأمنة وعهد الحروب الأهلية والآن هلوموا إلى خلق استثمار جاذب استثمار يدعم اقتصادنا ويدعم المستثمر يعني المستثمر لا يجي استثمار من غير ما يكون عنده عايد أو دار يبحث عن العايد فهذا الذي قامت به الحكومة يعتبر واحد من تهيئة البيئة لخلق استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة إن شاء الله طيب ده بقودنا لسؤال لمصادر تمويل الميزانية يعني الآن الناس كلها بتتكلم عن رفع الدعم بتتكلم عن مشكلة بتواجهها الاقتصاد السوداني خاصة إنه في ظل ارتفاع الدولار بتتكلم عن إنه الآن الفترة هي محدودة ما في أي الانتاج بتتكلم عن ضعف الانتاج أنا ده أتكلمني شوي والمجاهد بلغتنا البسيطة عشان ما يفهم إنسان الشارع اللي بتتكلم عن الصحة والتعليم والعلاج عن المصادر الميزانية من وين؟ طيب الآن خطة 2020 وضعت بنوض أو مصادر للتمويل كانت واحد من البنوض بتاعة المنح والغروض الخارجية اثنين طبعاً أنا ما لاحظتها ليه ما ركزك الميزانية على التمويل المحلي الانتاج؟ لا نحن بعض مرات الميزانية يحتمر المواطن جزء يمكن يدعب الميزانية يعني عندنا الناس عندهم رسموال كثيرة جداً جداً يعني الموارد المحلية ليه ما استصحبنا نحن نحن الآن معولين على الغروض الأجنبية أكثر من مواردين على الإرادات المحلية رأس المال الوطني نعم وين رأس المال الوطني؟ الآن يتكلم عن رأس المال الوطني طيب رأس المال الوطني يمكن واحد من المشاكل اللي بواجهها المواطن السوداني في الفترة الفاتت حالة الإحباط وين عدم السغة ان عدم السغة إن لم تكن هناك سغة مبنية وغوية لعادة رؤوس الأموال التي هربت إلى الخارج الآن نحن نستثمر في كينيا نستثمر في أسيوبيا نستثمر في هاريتريا نستثمر في دول رؤوس أموال طائلة مش تبني سودان بس هي قدرت تبني وساهمت في إعمار دول أخرى أنهن الآن هل هناك بس لعادة السغة خطة تنتهج الدولة لعادة السغة للمواطن اللي بقى مواسخ في نفسه قبل ما يسر في غيره طيب السؤال هنا كبير وعريض لماذا هربت ولماذا عدم السغة في الفترة اللاية عدم الاستغرار السياسي فقط هل عدم الاستغرار فقط ولا هناك بعض السياسات هناك بعض التعقيدات لا التعقيدات ياريت بصورة واضحة نتكلم عن هذه المشاكل اللي واجهت المستثمر المحلي المستثمر المحلي واحد من الحاجات الواجهته يمكن ارتفاع سعر الدولار الجمركي تعقيد في سياسات الدولة فيما يختز بالضرائب هناك جبايات وهناك بعض الرسوم التي تفرط يعني ما أنا عن نفسي بعيد كده نحن نتكلم بلغة ببساطة أنا عن نفسي كمواطن عند راسمال أنا ليما أبحث عن العائد المغر والعائد الجميل والعائد السريع فلذلك إذا أنا لقيت دولة أدتني ضمانات كافية إنها أستريد مالي متى أريد أخلق ووسع من راسمالي ألقى كل التسهيلات طيب أخليني في بلد معقد وضاغطني وبلد يعني كل تعقيدات لماذا؟ نعم لذلك لابد أنا أحسن لي أحفظ على ناس مالي نعم هل الفترة السابقة كانت الفترة السابقة كانت في تعقيدات لهذه الدرجة في التشوهات أنا لا أقول تعقيدات ولكن أقول في تشوهات يمكن سياسة التحرير الاختصادي اللي نحن طبقناها كانت في الإطار العام من إطار النظري كانت صح لكن في إطار الطبي كان قلت بمعنى ازدواجية المعايير القطاع الخاص كان هو الحكومة الحكومة هي القطاع الخاص ودي هي القادة للتشوه الآن اللي بنعيشه وبنجن سمرته الآن نعم إن القطاع الخاص هل هو في قطاع خاص بهذا الحجم نتكلم عنه ونحن لو جينا ورأينا بعين بنجد أنه حتى الغطاع الخاص متركز في أسماء محدد نعم هذا هو نتاج عدم تطبيق سياسة التحرير الاختصادي بالصورة العلمية اللي طب وضعت اللي هي جعلت من الغطاع الخاص دولة يعمل على على سلح هامشية يعني ما زألك يعني شنو زول جاب لي دقيق وبقاه مكارونا ولا الدقيق ده جاب وبقاه سكسكانية ولا الدقيق ده جاب وبقاه شعيرية هل هذا هو الغطاع الخاص لا لا الغطاع الخاص هو زيادة الانتاج والانتاجية نعم إن لم يوجد زيادة انتاج وانتاجية يحتبر هناك تشوف الغطاع الخاص نعم وها إن كان تشوف الغطاع الخاص إذن سياسة التحرير الاختصادي الانت متبنيها في طيلة الفترة الفاتد هي اللي بتدي الغطاع الخاص المساحة لإدارة شؤون السوق يعني السوق اللي اللي آن الدولة تقيف في إطار المنظم الغطاع الخاص هو اللي تبنى الصحة الغطاع الخاص هو اللي تبنى التعليم الغطاع الخاص هو اللي تبنى السلع الاستراتيجية لكن هذا التشوه الذي حدث غادنا لأنا والله ما عارف لأنا الآن لا أحتبره قطاع خاص ولا قادر أفهم هذا حكومة هذا التخبط هذا التخبط النتج من تطبيق سياسة التحرير للاختصاد اللي هم نجني سمرته الآن اللي كرست لرأس مالية أننا لا قادرين نفهمها هل هي رأس مالية صناعة الدولة أو رأس مالية استفادت من هذا التشوه أو هذا العدم الاستقرار وخلقت من نفسها أمبراطورية تدريع الاقتصاد السوداني الآن الاقتصاد السوداني لا يعتبر في يد حكومة وأنا بقول لا يد حكومة الآن الاقتصاد السوداني في يد أشخاص وده كان نتاج لسياسات اللي تخبط في سياسة التحرير للاختصاد اللي حصلت في الفترة اللي فاتت اللي أدت الغطاع الخاص غطاع يعتبر غطاع مشوه غطاع لا يبحث عن الانتاج والانتاجية وإنما مصلحة بكل صراحة نقولها والله يخير مش مصلحة لكن يمكن نقول غطاع استفاد من غباء الآخرين غباء الدولة خلاص هما الدولة هي التي طبع النظام ونحن لا نتحدث عنها ماذا نقول ما هو يعني ممكن لو رأينا الآن إنت لو مشيت السوب بتلقى لو أخذنا السلع الأساسية إذا تكلمنا عن عن رغيف تكلمنا عن عرف 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 نعم معظم السلع اللي عندنا دي السلع تهامشية يعني ما عندنا نحن الليلة يعني أنت الليلة ما بتعتقد أنه بس الجمح عيش بس أنت متتكلم بس بطلق بطشيل الجمح عنده من مكانه بس بيتطلق عليه في عيش هل الجمح عيش نعم سؤال منطقة طيب ليه القطاع الخاص ده ليه ما استثمر واستفاد من التسهيلات اللذة التي الدولة نعم وإنه ساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية واللي كانت حلت مشكلة هؤلاء الذين يبعثون عن لقمة العيش نعم فإذن لازال أن عنا بنقول في تخبط تخبط في السياسات نعم إلا نستفيد نستفيد من سياسات مدروسة وخطط ومنهجية موضوعة على أننا نطلع ببر الأمان حنظل في نفس المكان إذن لابد من أننا نستصحب معانا السياسة نعم طيب بتفتكر أنه الآن الموازنة هل الغروض والمنحة التي تتكلمت عنها الآن في ظل عدم وضوح رؤية في الإنتاجية ستقودني إلى بر الأمان لا أستاذ محتصم لا يعقل زول يعني أنا ما عارف زول يستنى لك سمك سمك في موين يعني أنت كيف أنت ستبني موازنة لدولة كاملة ما أخلي للبيت لا يعقل أنت الليلة في البيت أنت ما قبضت المرتب حتى يقول والله يا أخي للمدام وللأولاد يأخذ عنه قعد في الوطا أننا نشتري عيش بكذا أو كذا أو لابدنا سيكون بكذا زبادي بكذا زبادي بكذا والبنبس بكذا لا يعقل ما لم أنت تستلم في يدك عشان أنت تضع خطتك واستراتياتك اللي بتنطلق عنها نعم فإذا مزألة أننا الآن نبني على المنح والغروض أو نعويل عليها أكيد أننا أنا ما متشائم لكن نظر الله أنه يخرج بالبلاد إلى بر الأمان نعم طيب إذا تكلمنا عن الآن اللي بتحدث الميزانية بتحدث عن زيادة أيور وأكيد هناك بعض الاقتصاديين تحدثون عن زيادة الأجور والدعم اللي بتكلم عنه لكثير من الأسر الصروفة سيئة جدا بتأثر على الموازنة بصورة مباشرة يعني في حديث بيدور عن أنه أنت بترفع أو بزيد الأجور معناها السوق ارتفع المعادلة دي أنا حلا كيف كمواطن وكدولة أنت الآن الدولة زي عملي تزول يجيك عيان مثلا أنت طبيب وده تعمل العملية وإثناء ما هو طالع في الشارع طقشة عربي جاءوا نزيف أنت في الأولى أنك تعمل العملية ولا يتوقف النزيف نزيف طيب نحن الآن ما محتاجين لنا زيادة الدعم أنا عن نفسي ما محتقد أنه الآن زيادة الدعم في الوقت الراهل بحل قضية زيادة الأجور زيادة الأجور بحل بحل من القضية بالعكس المواطن ده أنت الآن أبحث عن الوسائل والطرق اللي بتعمل بيع على خفض معدلات التدخم التدخم ده عشان أنت زي ما قلنا نحن الليل الحلقة ما دعنا نتكلم بلغة بسيطة نتكلم بلغة بسيطة الزعار العالية دي إذا ما في فائدة إذا أنت إذا أنت الليلة بتدهني قروش وأنا بخش القروش دي بستهلك في سلع بسيطة إذا الفائدة تشنو نعم إذا أنا في ضيوشات نظر البسيطة أنه الآن زيادة الأجور في موازنة عشرين عشرين ما هتحل المشكلة ما لم نبحث عن الطرق التي نعمل على خفض معدلات التدخم ومعظم الكلام اللي نحن بنقوله في الإطار النظري 100% لكن على أرض الواقع ما هتلقى تقدر تطبقه لأنه معظم الخطط بتعادنا باستراتيجة ما بتتبني على قاعدة بيانات نعم ما في قاعدة بيانات حتى الآن رفع الدعم عن المحروقات في ناس بقول لك يا أخو الله الكلام ده صح والكلام ده أن نحن مفروض نمشي ليه في ناس عندهم عربات ونحن ماشي نبكر لكن أنت لازم تستصحف معك أنه غطاء النقل ده مع عربات خاصة بس الآن صح زول الركشة بتأثر زول الركشة بتأثر زول الركشة بتأثر نعم موضوع ده أنا يعني عندي فاصل قصير ولكن في نقطة مهمة جدا نحن أتكلم عن رفع الدعم عن المحروقات يعني في كثيرين جدا بيرون رفع الدعم عن المحروقات هو شيء أساسي في الموازنة مشاهد العزاء فاصل قصير ثم نعود إلى نتواصل يمكن نحن قبل ما نمشي الفاصل يتكلمنا عن رفع الدعم وخاصة يتكلمنا عن البنزين مثلا إذا أخذناه كمثال يا دكتور في كثيرين جدا بيتكلم عن أنه الآن إذا تكلمنا عن رفع الدعم عن البنزين بنجد أنه المستفيد من البنزين في كلام في بعض الأسر ممكن تلقى فيه خمسة ستة عربات أنا بدعم خمسة ستة عربات بتتحرك بالبنزين وقد يكون فيه مشاوير ما عنده علاقة يعني مشاوير خاص يتكلمنا أيضا عن مثلا عن ركشات يتكلمنا عن عربات خاصة الآن بتشتغل بترحل يعني ترحال بتدخل يعني نحن ترحال ما نتحدث عن شركة يتكلم عن العربات الشغالة بترحل وبتستفيد وبتدخل القروش وده كله بنزين مدعوم ده ما بتفتكر برضو عنده تأثير سلبي في مواطن أصلا البنزين ما لاقي منه حاجة يعني أنا الليلة كشخص بسيط ما عندي عربية البيت ما فيه ولا عربية يعني معظم الأسر ياريت تعمل لي موازنة بين الاثنين نحن كيف نقدر نستفيد من رفع الدعم عن البنزين مثلا كسلعة طيب أنت الآن نحن قبيلنا نتكلم ببساطة عشان نلامس قفة ملاحظ قفة ملاحظ المواطن طيب أنت الآن قيستة على أنا قبيلنا أننا لو لا توجد قاعدة بيانات ده مشكلة ده واحدة من مشاكلنا ده مشكلة الآن هل أن إحنا لو قسنا عدد الخمسة عربات مقابل عندنا كم ركشة في الحلة نعم الآن عارف أنا قاعد أقوله وجهة نظري وأنا بقوله وحصل أقوله القطاع النقل هو القطاع المحوري في الاقتصاد السوداني نعم ما لم يوجد قطاع النقل قوي مدعوم جوي بري نهري جوي أكيد تماما الاقتصاد السوداني لن يتغير فيه أي شيء والله ما يتغير فيه شيء بتفتكر أنه لابد أن يكون فيه بعض البيانات عشان نقدر كيف نرفع الدعم وكيف نعمل موازنة الدعم الموازنة على أساس أنك أنت الآن في كثير من الناس يقول لي يا أخي والله أننا رفع الدعم أنت الآن بتستفيد منه في المدى القصير فعلا في المدى القصير بيستفيد منه فئات معينة لكن لو أنت قلت في المدى الطويل عائل الفترة الفاتت الزحمة والحصلة نتيجة للمواصلات نعم ما كانت بتسدها إلا العربات التي أنت بتقول لي يا أخي أننا نحن شايفين قطع خاص نعم أنا لو تكلمت عنها بلقى أن المواصلة البسيطة الآن الزحمة التي تتكلم عنها ما بقدر يدفع لي 200 و 300 جنيه يعني المستفيدين هما غلة أنا بقول لك بكل صراحة يعني الآن ما كل الناس دي بتقدر تركب العربات الخاصة لا أنت أنت ما تجيز أنت قلت لك على المدى البسيط على المدى القصير اللي يستفيد غلة لكن أنت القطاع النقلي مشاركك فيه حاجات تانية يعني أنا ممكن أن أرفع دعم وأعمل معالجات أيوة أنت أعمل معالجاتك بحيث أنك أننا نقلل نقلل قطاع النقل قوي يعني أنت قطاع النقل نرجع وأرفع الدعم أنت الآن مشوه ما عندك أي قطاع نقل لعندك نقل بري لعندك نقل الجوي ولا عندك نقل إذن أنت على أي حساس أنت حزيت الطين بالله نعم يعني تفتكر أنه لا بد تكون في قعدة بيانات لا بد يكون في مراغبة وفي منهياجية وأنا من خلاله أقدر أرفع الدعم أرفع الدعم عشان ما يستفيد منه واحد عنده ستة سبع عربات في البيت عشان يمشي عايز يمشي مشوار خاص عايز يمشي عشان مضعم خاص يأكل بيزا مثلا أو ما وقوله بكل صراحة يعني يمكن أن لهم في عربية تطلع من البيت عشان نمشي يشرب لي شيشة مثلا طيب تمام أنا معاك أنا معاك أنت لكن أنت بتجيس في نظرتك البسيطة تشوفون العربية دي كده لكن نحن لما نجيس على الكل على الغطار الكل للدولة الآن رفع الدعم في الوقت الراهن يزيد الطين بالله إلا وفق وفق خطط وإستراتيجيات عشان إحصى التمرحل عشان أنت تغلق يعني ليه لأبسط مثلا ونحن يمكن نستفيد من غطاع السكة حديث السكة حديث السكة حديث الآن غطاع أنا بحتبره رخص جدا لكن يعني لو فعلت الغطاع السكة حديث الغطاع النهري النغل النهري حتى أنت بعد ذلك step by step أو عربات هجاز مثلا يعني عربات كبيرة كبيرة لكن الآن في الوقت الراهن عشان أنا أقول لك وشهة نظري أنا رفع الدعم في الوقت الراهن حيحل المشكلة المشكلة الآن ما رفع الدعم ولا وقود الآن المشكلة الأساسية زيادة إنتاج وإنتاجية نعم أن إحنا قطعنا اختصاطنا ده كله أنا بحتبره اختصاط خدمي نعم ما قطع ما قطع إنتاجي ما قطع إنتاجي قطع خدمي الآن الواحد في الحلة الشاب خرج من الجامعة أول حاجة لو ضاقت به هو السول بمشي في تحلاته وكان بتاع موبايلات نعم ده ما فيه أي عائد على على يمكن يكون عائد شخصي ولكن ما في عائد على الدولة عشان يخش في الناتج الغومي الإجمالي نعم اوكي إذن الناتج الغومي الإجمالي مجموعة السلع والخدمات التي تنتج ياخر التي تنتج بس الإنتاج يبقى لا بد من إنتاج يبقى لا بد من دعم التوظيف العطالة يبقى لذن نشتغل عشان نقدر ندفع إنتاجياتنا عرفة سيد محتصم نحن ما زالت العواطف مشكلة نحن ضران العواطف نعم مشكلة حقيقية مشكلة والله وحيات الله والله والله ما أقول لك حتى حتى الآن الاقتصادين اللي عندنا يستطيعوا يطرحوا المشاكل لكن هل عجزت حواس داني أن تلد اقتصادي يضي يطرح حلول ماف ما تقول لي حلول تطرح ماف الآن تطرح مشاكل خمسين تزعة وتزعين في المئة بنطرح مشاكل لكن ما قادر نطرح حلول ما قادر نطرح حلول طيب رايق شنو نمشي ونشوف الجزء التاني من الاستطلاعات عشان نشوف المواطن بيقول شنو ولجي نشوف الحلول شنو ميزانة العشرين عشرين بتمنى فيها أن يكون فيها إسنة تقفيدات في الوقود رفع الدعمى للمهروقات يكون للمواسلات الداخلية ومن swarm الأمر يكون منصير منخفض أما للأروات الخاصة يكون بيصير الرفي على المحروقات الدامي على المحروقات ومنها يكون فيه تقفيد للحياء الحياء تكون رخية والحياء تكون الحمد لله ما فيها إسناء ما فيها غلاء الغلاء تكون تدعم في الحاجات التانية في سلل استهلاكية والمواد والرقيف بالزات لأنه حتى وزن الرقيف الرقيف العادية وزنه ألفو كون سبين جرام حسنا كلها 30 جرام ولا 35 جرام حاجة صغيرة يعني على الفرق تقول الدائب يبقى للدقيق والزيد والسكر والحاجات السلل استهلاكية والصرف اليومي للمواطن الحقيقة البلد شهدت تغيير وبالتالي الشعب يكون متوقع أنه الميزانية تلبطوا موحاته في الحاجات الأساسية بالنسبة للتعليم بالنسبة للصحة لكن أنا أفتقر أنه التغيير الحقيقي هو حيحصل في الاقتصاد لأنه الاقتصاد هو العصب الحياة بالنسبة لكل الدول هو التقدم بتاعة الدول بقاس بالاقتصاد فهي دي النظرة الحقيقية أنه الميزانية بدعة عشرين العشرين تهتم بالصادر تهتم بمدخلات الانتاج تهتم الدولار الجمركي أكثر تأثير سلبي جدا أحدث تضخم حقيقي رفع الأزعار بصورة خرافية جدا جدا فبالتالي الاهتمام بمدخل الدولار الجمركي الاهتمام بمدخل التصادر بالنسبة للبلد خصوصا أنه يعني بلدنا غنية بالموارد فالإحفاد بالنسبة لمدخلات الانتاج دي الحاجة المهمة أنا أفتكر في ميزانية عشرين عشرين عشان تنعكس إيجابا على المواطن في حياته البسيطة السلام عليكم والله نحن بتمنى يعني الميزانية حقه عشرين عشرين دي تكون يعني في الصحة وزارة الصحة تشوف الحاصل شنو المدارس التعليم الجامعات يعني حاجة تأثيرنا حاجة تكون أحسن من هذا مرحبا من جديد وبرحب بالدكتور دكتور أنا حقيقة يعني ممكن فيه نقطتين أنت تكلمت عنهم وكان أنا حقيقة يعني اختنحت بهم تماما يعني أنت تكلمت عن أنه رفع الدعم ما مشكلة لكن تكلمت عن أنه لا بد من منهجية وقاعدة بيانات يعني النقطة دي يريد تشرح لي أكتر منهجية وقاعدة بيانات عشان نقدر أرفع الدعم اللي قدام دي نقطة تتكلم لي فيها وتتكلم لي عن التصريح بتاع وزير المالية اللي يتحدث عن عدم يخضع صادرات الغطاع الزراعي والنباتي بصورة عامة بشقه يعني زراعي ونباتي عدم يخضعهم للرسوم أو الجبايات وتأثير ده الاختصاد يعني النقطتين دي المهمة جدا تتكلم لي عنهم أنا أبدأ لك بالسؤال للتالي أتفضل الأخير حتى نجي إلى الأوائي نعم الآن هل مشكلة الاختصاد السوداني أو مشكلة الزراع عندنا فصادرات ضرائب وجبايات الله والله نعم فقد يمكن المواطن يقدر يغطي من إطار إنتاجه يغطي ضرائبه وإن كانت أكبر يا جماعة الآن ما زالت الغطاع الزراعي مشكلته مدخلات إنتاج مدخلات الإنتاج ومدخلات الإنتاج مدخلات إنتاج يعني الآن ما مشكلتنا ضرائب ضرائب نعم غير ذلك قطعنا الآن المواطن بتاع الخضار دزاعت الفيلحلة نتكلم باللغة البسيطة بتاع الخضار في الحلة ما مشكلته انه والله يقول لك اخي انا والله انا لا ما في انتاج لا يقول لك الله يطرحي اننا الان البطاطس دي كلها كان بخمسين جنيه الان انا عملت تسعين جنيه لان نطرحي بيجيب يقول لك اخي والله البامي دي بتسعين وعملنا تلتمية ستين لان نطرحي في حاجات في النص اذا 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 القطاع المواطن المزارع ده لو لقى طرب نقل ان كانت جوي وان كانت بري وان كانت نهري مع ايه مدخلات انتاج اكيد تماما بتدخل على الموازنة وبتأسر على اختصار الانسان البسيط دي الضرائب والجبايات في المدى البسيط او القصير لا تأسير لكن ما بيقدر ما بيحجم دولة ما بيحجم بلد شعبي فقير في بلد غني يعني انت بتتكلم الان بكل المشاكل انه لابد من الانتاج انه الانتاجية هي ممكن اذا انا يرتفع انتاجي كل هذه الاشياء تصدر زادت الانتاج اذا دي هو الانتاجية بدأسر على الانسان البسيط عرف يا استاذ محتصل مشكلتنا للأسف الشديد نحن يعني زي ما بقولوا برمجنا نفسنا نحن دايما بنمسك بالأسباب او بنمسك بالأعزال الله يقول لك اخي فلان دا والله بيقى مدعزر خلاص يا اخي الكريم ترايب شنو او جبايات شنه اللي بيدعيك الاقتصاد القطاع الزراعي لا جبايات ولا اقتصاد الان بتغيضوا عدم وجود خطة واضحة من قبل الدولة للمزارع دا عشان يطلع الان بيجيك البنك التجاري او البنك الزراعي بيدي المواطن طموء سخف التطلعات وامال كبيرة جدا يعني هنشتري منك الطنب كده وفي النهاية يجي والله يا اخي يتفاجأ بينه الطنر اللي اشتروا منه اكسي ما يرى يبقاه ذاته احبط له احبط ويبقى انتاج ذاته ما يستفاد منه كمزارع اذا سياسات اللي انتهجت الدولة هي كانت العائق الاساسي لدمار القطاع الزراعي يا دكتور انا يعني بكل صراحة وتتكلم لي عن النقطة دي انا لانه بهمني المواطن العايز رغيفة بسعر معقول عايز لبن بسعر معقول عايز لحمة اللي وزمن ما اكل لحمة دي كلها بسعر معقول بنمشي ونجي نقول مدخلات الانتاج والسياسة الزراعية والسياسة الانتاج هي الاساس يعني الدولة لا بد من تضع من السياسات بتخدم سياسة نعم واضحة وسياسة مبنية على العلمية شوف مسألة العواطف في الاقتصاد دمار الاقتصاد ديها ربحها خسارة نعم مسألة الاقتصاد بيتمنع على الحسابات شفت الحسابات انت قبل قلت لي قاعدة بيانات نحن نحسب عديل واحد اثنين ثلاثة اربعة لغاية نحصل عاشرة عشان نصل لغاية تلبيانات نعم ديش يحصل هذه العاشرة اللي انت حسبتها لابد انت تتخطى في منهجية علمية عشان تقدر تحقق اهدافك اللي انت بتنادي بتضعها نعم يعني الان يا دكتور يعني نحن نمشي ونلف وندور ونجي راجعين باللغة البسيطة اللي قلنا عشان المشاهد البسيطة اللي عملنا معاورس اطلاعات يفهمها انه لابد من الانتاج انه عشان نعتمد على معونا عشان نعتمد على قرضة عنده كله مبحل لنا المشكلة اللي نحن الان الان لو دونا منح السنة ليه نحن ذاتنا ليه نحن نخلي نفسنا عالي على الناس عالي على المجتمع الدولي انه نحن ان كنا نبحث عن قرار وسيادة لبلدنا لابد اننا ننتج ندق السخرة ونطلح المنحة تبقى زيادة خير تبقى زيادة خير نعم ما تبقى هي ما تبقى عشان لم يملك قوته لم يملك قرار ونحن ليل ليلة سياستنا الخارجية يعني ماذا نتكلم في سياسة انا زل بتاع اقتصاد انا اتكلم انحن ليل ليلة لكن انا بحتبر الاختصاط هو العرب التي تقود السياسة وليس السياسة هي العرب التي تقود الاقتصاد نعم انحن ادينا مساحة للاقتصاد انه يتحرك اكد تماما العلاقات الدولية تتبني بالمصالح انت الان تربطنا معك مصلحة اذا انحن متفقين في الراي لكن ما عندك انت ما بتمتلك قرارك ما هتمتلك قرارك نعم دكتور يا ريت تتكلم ليه عن النقطة اللي احنا قبل اتكلمنا عنها عن العدم المنهجية وعدم وجود قاعدة بيانات وتأثيراتها على الانسان البسيط اللي عايز لقمة عيش طيب الان منظم الخطط لابد ان تستصحب مع قاعدة بيانات انحن نرجع لمسألة رفع الدال عن المحروقات نعم هل انحن عندنا عدد قاعدة بيانات بعدد العربات الان كم نعم سؤال منطية عندنا اطلقا ما عندنا الان انا افتكر انه اذا عندنا ما بتكون في مشكلة نعم اذا كانت في قاعدة بيانات وتمت حصر العدد العربات وما تستهلكه العربات من وغود اكد تماما نحن بعد ذلك بنحدد كيفية رفع الدال عن المحروقات نعم باستصحابنا لمنهجية علمية مسألة العواطف والاراء السياسية والاراء اللي انا بحطبها تمثل فئات معينة لا تخدم قضية لا بد ان الاقتصاد ده اقتصاد علم البداية علم يعمل على استغلال الامثل للمورد والاستغلال الامثل للمورد لا يأتي الا في اطار العلمية نعم طيب هل ممكن استفيد في الربعة الثانية من الميزانية بمعنى انه الان الناس كانوا بتتحدث عن استقاظ سودان عن الدول المانحة الدول المانحة وانه في دعم جاي باللغة البسيطة نتكلم عنها نحن كيف ممكن نستفيد من النقطة ده في الفترة القادمة يعني ومن عول عليها كالشيء اساسي ولكن ممكن تكون ايضا عندها فائدة وعندها اضافة يعني نحن الان الاختصاد قبل انت نحن تكلم عن الاختصاد السيداني يعيش حالة من التشوهات يعيش حالة من الاختلالات يعيش حالة من التضهور في قطاعاته في كوناته العامة لا بد ان احنا يتم استغلال هذه المنح وتوظيفها من اجل الاشياء التي من اجلها منحة اذا ان احنا اخذنا هذه المنح وحاولنا نتهد اننا نوظيفها توظيفها امثل اكد حتحقك ما نزعليه وما نرجوه بين غير ذلك فحتى تسحب كما ذهب الكثير من المنحة التي منحة دكتور بكل صراحة يا ريت تتحدث لي عن التلاتين سنة السابقة وتأثيرات الكبيرة والعظيمة اللي اللي اسرت على الميزانية 2020 يعني هل الميزانية 2020 مفصلة عن التأثير الخطير والكبير خلال التلاتين سنة السابقة لا لانه يمكن التشوه الحصل في القطاع الخاص الآن نجن سمرته وانعدام السغة اللي حصلت في فترة في فترة انعدام السيولة برضو تعتبر واحد من الاسباب اللي ادت الى تظاهر الاقتصاد السوداني الآن البنوب تعتبر واحد من الوسائل التي تساعد في عملية زيادة ناتج للغوم الاجمالي بمشاركته ومساهمته في الاستثمارات وفي قطاع الصناع وفي قطاع الزراع الآن المواطن البسيط ولا نحن بنتحدث الآن في موضوعه إذا كان عنده خمسة ألف الآن لا يمتلك أي ثقة لأنه يشيل الخمسة ألف يخذها في البنك لأنه يحتبر عشان يعمل استردادة تبقى له معضلة كبيرة جدا جدا لأنه فقد السغة نعم فنحن لابد نزعى في أن نأتي بطرق ووسائل جديدة تعمل على إعادة السغة للمواطن البسيط المواطن البسيط واللي ناس كثير بتفتكر أنه الاختصاد يبنوء الرأس مالي الكبار أمثال أكس من الناس أو وي من الناس أكس من الناس وي من الناس ما وصلوا للوصل لديه إلا لإنعدام المنافسة لأنه إنعدام المنافسة قاد على إنهم يهيمنوا وقاد على إنهم هم يسيطروا واللي هم يتلعبوا بغطى المواطن اللي بسيط اللي سي بتكلم وبتكلم في استطلاع رأيه إنه بيبحث الآن عن اللقم دعيشه الآن المواطن السوداني أصبح سغف تطلعاته إنه يضمن يوم بكرة في حين أن إحنا شعبي مبدع الشعبي يمتلك من رأس المارة البشري والفكري اللي قاد لبناء دول نعم طيب دكتور أنا دارز السؤال مباشر ليه عادت جزء من السقة من المواطن في البنوك يعني الفترة السابقة كنا يعني يمكن الفترة السابقة والبايدة يمكن الناس كانوا عندها مشكلة حتى في مرتباتها عشان أنت تشير مرتبك كان دي مشكلة كبيرة جدا جدا يعني كل يوم تفتش عشان تلقلك ألف جنيه عشان أنت تركب لك ركشة وتلف الصرافات كلها عشان تطلع لك بألف جنيه الآن ليه دكتور عادت السقة واصبح الناس يرجعوا ويضعوا أموالهم داخل الصرافات واصبحت أموالك أنت بسهولة جدا يعني أضرب لك مسألة أنا يعني أميس مشيت ودخلت الكرت وطب من الصرافة وقدرت أشيق روشي وجيت اشتريت الحاجة ليه دكتور السقة دي عادت السبب شنو الآن ما استسمح طيب أنا هتكلم بسراحة أنا والله يعني بقوله لله خوف بعض من التخوف شي منطيب ليه لأنه لا يعقل أنت الهجمة زي ما بقولك يعني بل بسيط كده أنت لو اتهجمت في يعني طالع لك بزقاك كده والجاطة نطلع لك حاجة إتاك تماما الزقاقة والاتجاة توري أنا رجعت وعدت لعهد الأول تعال يا مواطن جيب ما عندك وانت يا مواطن جيب ما عندك عشان ترجع زي أول يبقى سياسة لا بد من الانتاج لا بد من الانتاجية عشان ما نحن نمشي لقدام دكتور محمد الأمين العجب الخبير الاقتصادي أنا بحييك في خطام هذه الحلقة عايز تقول شنو للمواطن البسيط بالله سنقول للمواطن البسيط فنحن إن شاء الله نظل الله إنه حالة الإحباط وحالة التخوف والحدثة في السنين الفاتت نظل الله بقدوم عشرين عشرين إنها تكون فاتحة خير وتجعل الخير والبركة في هذا البلد المحطى هذا البلد الغني هذا البلد الذي يمتلك من الموارد اللي تجعله مصافة الدول مزيد من الانتاج مزيد من الانتاجية مزيد من الثقة اللي بتخلينا نسخ في نفسنا عشان نقدر نسخ في الدولة عشان نقدر نسخ في المجتمع الدولة عشان نقدر نطعب السداء لبراء الأمان نعم أنا بحيي كثير جدا دكتور محمد الأمين العجب الخبير الاقتصادي ومن خلال البوصة اللي كنت معنا في هذا المال شكرا لك كثير شكرا لك كثير وبحيي المشاهدة اللي تابعنا في هذه الحلقة ونتمنى من مضاعفة الانتاج والانتاجية عشان ما نقدر نطلع من الظرف الاقتصادي اللي بنعيش فيه مع بعض للمواطن عشان ما نقدر نلقى رغيف عشان ما نلقى نكون مرتاحين كمواطنين بسطا أنا بحييكم مشاهدي العزاء وحتى نلتقي في لحظة وفي ظروف أفضل لكم دائما أحلى تحية اشتركوا في القناة